اشتركوا في القناة بنت امير المؤمنين فدعوت لها وله قال نعم فقبل رأسها فقلت في نفسي ان اطعته الدركة الغيرة فقتلني وان انا عصيته قتلني بمعصية فوضعتكم على رأسها وقبلتكم فقال والله يا اسمعي لو اخطأتها لقتلتك اعطوه عشرة الاف درهم نوصل اذا مع انشتم الجمل التالية نحاول اذا ان ندرسها بعث الي رشيد اذا هذه جملة بسيطة تتكون من فعل ومفعول به متقدم بتبديل الحال ورشيد جملة ثانية بعث الي رشيد فاعجبته هتاني جملة الثانية الجملة الاولى بعث الي رشيد والجملة الثانية فاجبته ورابط بينهما هي هذه الفاع حرف العطف سأجيب الرشيدة عندما يبعث الي هذه جملة واحدة تتكون من شتم سأجيب اذا فعل والفعل مقدر وهو انا رشيدة مفعول به وعندما يبعث الي هذا مفعول فيه للزمان تكون من ضاف مضاف ومضاف ومضاف اليه نواصل اذا مع الجمل اذا الجملة اذا هي سأجيب الرشيدة انبعث لي نلاحظ اذا ان هذه الجملة تتكون من انشتم حدثين الاول اذا هو حدث رئيسي سأجيب الرشيدة والحدث الثاني هو انبعث لي وهو انشتم حدث ثانوي والرابط بينهما هو ان وتسمى ان حرف الشرط فالمتكلم في هذه الجملة سأجيب الرشيدة انبعث لي وضع شرطا شرطا لاجابته دعوة الرشيد جملة الموالية اجيب الرشيدة انبعث الي والجملة التي تليها انبعث الي رشيد اجيبه فكما نلاحظ الجملة جملة الثانية وهي سنسمي فيما بعد جملة جواب الشرط وهي كما نرى هنا ليست محفوظة مكانها ليس محفوظ فاذا نلاحظ ان الجملة اجيب الرشيدة انبعث لي نجدها في الوسط وانبعث الي رشيد اجيبه نجدها في البداية فالمتكلم اذا كما نرى في هاتين الجملتين وفي غيرهم من الجمل علق وقوع حدث ممكن بوقوع حدث آخر ممكن فاذا ارسال الرشيد لانشتم الاسمعي حدث ممكن واجابة الاسمعي حدث ممكن وهما متعلقان ببعضهما ان عصيت الامير قتلني بمعصية اذا ان عصيت حدث ثانوي وقتلني بمعصية حدث الرئيسي لا يتحقق الا بطبعا تحقق الحدث الاول وهو العسيان فالرشيد اذا لن يقتل الاسمعي الا اذا عصاه ان اعصيه يقتلني بمعصية اذا ان اعصيه هذا مركب اذا ان شتم يعبر عن حدث ثانوي ويقتلني بمعصية هذا اذا حدث الرئيسي يقتلني بمعصية ان عصيته حدث رئيسي اذا وحدث ثانوي كما قلت اذا يمكن ان يكون الحدث الثانوي في البداية او يكون اذا هو في الدرجة الثانية هل يقتلني الامير ان عصيته هل هل يقتلني الامير ان عصيته اذا حدث رئيسي هو في البداية وان عصيت هو حدث يعني ثانوي ان عصاني الاسمعي فهو مقتول ان عصاني الاسمعي فهو مقتول هذه يمكن ان يقولها ان شتم الرشيد ان لو اخطأتها لقتلتك لو اذا كذلك من حرف الشرط اذا هو حرف الشرط الثاني اللي ندرس في هذه الحصة لو اخطأتها لا قتلتك اذا لو اخطأتها حدث ثانوي ولا قتلتك حدث رئيسي فوقوع الحدث رئيسي متوقف على تحقق الحدث الثانوي وهذا ما يسمى بالشرط هذا ما يسمى بالشرط نوصل اذا مع جمل اخرى واذا الجملة الموالية هي قالت المتوقة وهي الحمامة نعرفها جميعا اذا في كتاب انشتهم ابن حازم الالفة والالاف نجدها في كتاب كليلة ودمنا وهو هذا الكتاب الذي ينطق على السنة انشتهم الحيوانات اذا والحمامة المتوقة هي يعني اقصص ضمن القصة وهي هذه الحمامة التي وقعت هي وسويحباتها الحمامات الاخريات يعني في الفخ والحمامة المتوقة كانت ذكية واشارت عليهم بالتعاون للتخلص من الشرك فاذا يجدها كما قلنا في كتاب كليلة ودمنا قالت المتوقة لو انتهينا اليه قطع عن هذا الشرك اذا لو حرف الشرط وانتهينا اليه حدث ثانوي وقطع عن هذا الشرك هو الحدث الرئيسي والحدث الرئيس كما نرى هنا هو متعلق بالحدث الثانوي فهذا ممكن وهذا ممكن ولكن هذا لن يكون ممكنا الا اذا تحقق هذا ان رغبة الملوك في العدل رغبة الرعية عن الطاعة ان حرف الشرط رغبة الملوك عن العدل اذا هذا يسمى اذا هو حدث ثانوي وهو مركب حرف مفعول الشرط كما يسمى اذا هو مركب حرف مفعول الشرط ويسمى جملة الشرط اذا الجملة التي تليها هي جملة الجواب الشرط اذا ما هو الشرط هو ان يعلق المتكلم وقوع حدث ممكن او ممتنع بوقوع حدث اخر ممكن او ممتنع ويكون احد الحدثين رئيسيا والاخر ثانويا كما قلنا نستعمل للتعبير عن الشرط حرفي الشرط ان ولو واذا اذكر ان القاعدة القواعد اذا هناك نقطة اذا كم نقطة اذا ستة نقاط او سبع نقاط نجدها في صفحة اربعة وسبعين يمكن ان نعود اليها يعني اربعة وسبعين من كتاب النحو العربي اذا هذا الكتاب صفحة اربعة وسبعين نجد اذا القاعدة والضوابط المتعلقة بهذا الدرس ان عصيت الامير او ان عصيت الامير قتلني مركب حرفي اذا ان عصيت الامير عندما اذا نقوم بالصندق او التحليل ان عصيت الامير او لو عصيت الامير نكتب تحتها مركب حرفي مفعول الشرط واذا قتلني نكتب تحتها جواب الشرط هكذا اذا نقوم بالتحليل نمر بنا الان التطبيقات مطلب ان نحد فيما يلي المركب الحرفي بالشرط وقال وان نسكل هما لو فهموا معنى الحرية لم اختلفوا فالرأي لو اذا حرف الشرط فهموا معنى الحرية المركب الحرف بylene ولم اختلف فالرأي جواب الشرط إن أصر على هذا الإباء عرض مستقبله للخطر إن إذن حرف الشرط أصر على هذا الإباء المركب الحرفي بالشرط وإذن جواب الشرط هو عرض مستقبله للخطر إن حملت أثقلت هنا هذا حديث عن نشط من نوق عن الإبل إن حملت أثقلت إذن إن حرف الشرط وحملت إذن هذا المركب الحرفي بالشرط وهذا إنشت Scale الجملة الثانوية أو إنشت Scale الجزء الثانوى إذن في إنشت Tanner الجملة والجملة الرئيسية هو طبعا أثقلت وإن مشت أبعدت جملة المؤلية لو رفعت بشكواية إلى الخليفة لما خاب رجائي لو حرف الشرط رفعت شكواية إلى الخليفة المركب الحرف بالشرط ولما خاب رجائي هذا جواب الشرط التمرين الموالي إذن املأ الفراغ فيما يلي مستعمل للحفظ الشرط المناسب كان بالموصلي بومة وبالبصرة بومة فخطبت وهذا طبعا كلامنا رمزي بطبيعة العال فإذن خطبت هنا النقطة فخطبت بومة الموصلي إلى بومة البصرة ابنتها لابنها فقالت بومة البصرة لا أفعل والحرف الذي أضفناه هنا وهو إن إن لم تجعل لي صداقها مئة ضيعة خراب فقالت بومة الموصلي لا أقدر على ذلك الآن ولكن لو دام حكم والينا سلمه الله سنة واحدة فعلته هذا طبعا فيه كناية على أن الوالي ليس عادلا وأن الخراب سيعم إذن البلاد أو المدينة استخرج جمل المحتوية على مركب حرفي بالشرط مما يلي وميز الحدث الرئيسي من الحدث الثانوي إن عملت نجحت إن إذن حرف الشرط وعملت إذن هو الحدث إنشتم الثانوي والحدث الرئيسي هو نجحت نوصل إذن مع التطبيقات ولدينا الشعر هنا سافر تجد عوضا عن من تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصبي إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سار الطاب وإن لم يسر لم يطبي هنا إن حرف الشرط وسار إذن إن سار إذن هنا هو الجملة إذن الثانوية أو إذن هو الجزء الثانوي إذن هنا وإذن طاب إذن هو الحدث الرئيسي إن لم يسر هو الحدث الثانوي والحدث الرئيسي لم يطبي والأسل لو لا فراق الغاب مفترست لو إذن حرف الشرط وفراق الغاب إذن هذا هو الحدث الثانوي وإذن مفترست حدث الرئيسي والقوس لو لا فراق القوس لم يصبي كذلك لو هنا حرف الشرط وفراق القوس هو الحدث الثانوي ولم يصبه الحدث الرئيسي والتبرك التربي ملقى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه إن تغرب حرف الشرط أو إن تغرب هو الحدث ثانوي عز مطلبه عز مطلبه الحدث عز مطلبه إذن هو الحدث الرئيسي وإن تغرب ذاك اعتزك الذهبي إن إذن حرف الشرط وتغرب ذاك الحدث الثانوي واعتزك الذهبي الحدث الرئيسي ثم السؤال الرابع والأخير صغ مما يلي صغ مما يلي جملا مستعملا فيها حرف الشرط المناسب وفأربط عند الحاجة إذن وعند الحاجة واشكله مشكلا تاما لو كان عندنا إذن سأقرأ إذن الجملة مشكولة لو كان عندنا طعام أطعمناك إن غاب محمد فهو مريض تدخل الجنة إن تحسن لوالديك اشتريت سيارة لو كنت غنيا أو لو كنت غنيا اشتريت سيارة كلاهما وكلاهما صحيحة إِنْ نَادَيْتُكَ أَجِبْنِي اِنْ نَادَيْتُكَ أَجِبْنِي اِنْ نَادَيْتُكَ إذن هذه نقطتين هنا وهذه تا إِنْ نَادَيْتُكَ أَجِبْنِي إذن كما قلنا لو كان عندنا طعام أطعمناك إن غاب محمد فهو مريض تدخل الجنة إن تحسن لوالديك اشتريت سيارة لو كنت غنيا أو لو كنت غنيا اشتريت سيارة إن ناديتك أجبني وإذن كما لاحظت قبل حين الضوابط تجدونها كاملة في صفحة 74 من كتاب النحو هذا إذن هو درسنا إلى اللقاء في درس لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته